سيدة الرئيس النهاردة كان عامل اجتماع مع الرئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين صناعة الدواء في مصر وصناعة الدواء والمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة والموقف التنفيذي خاصة بالمراكز القومية انشاء ثلاث مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهنة الطبية والصحية في مصر سيدة الرئيس أيضا ماءن على الإجراءات اللي بتتم خاصة بتدقيق في سلامة الطلبة والعاملين في المنظومة التعليمية مع قرب العام الدراسي الجديد طبقا للسفير بسام راضي لاجتماع تناول استعراض محاور أو أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الأدوية في مصر في إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة لتوطين صناعة وخامات صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية باستعانة بالخبرات الشركات العالمية وكت دكتور محمد عطا جدين كان معانا من 10-12 يوم كده وكنا نتكلم في هذا الموضوع وقالها نعمل وهيكون عندنا مدينة كاملة غير المدينة الحالية هيكون فيها اللي هو الخامات الخاصة بالأدوية هيكون في تعاون الأول مع الشركات المتخصصة العالمية في هذا المجال وبعد كده إن شاء الله نكون كل حاجة بنعملها احنا بس الأول هيشاركنا الشركات الكبرى العالمية المتخصصة في تصنيع خامات الأدوية وخاصة الأدوية اللي هي خاصة بالأورام وغير والتكنولوجيا المختلفة وقال بعد ذلك هنكون احنا هنعمل الكلام ده يعني بأيادي مصرية تم النهاردة عرض تاريخ تطور صناعة الأدوية في مصر عبر التصنيع والإنتاج من خلال مصانع الدواء اللي بتلبي حاليا 80% من احتياجات مصر الأساسية والتصدير التصدير تقريبا بنصدر بحوالي تقريبا 250 مليون دولار رقم بسيط ورقم متواضع زي ما بقول كده اللي عايز يبص على مصر يبص على مصر بحجم الدولة لو بنتكلم على 250 مليون دولار أو 300 مليون دولار تصدير أدوية للخارج رقم متواضع للغاية انت عايز 2-3 مليار دولار تاني بقول والله لنه في دول يعني بتصدر أدوية قريبة مننا يعني بتلاتة مليار دولار فاحنا محتاجين نوصل لتلاتة مليار دولار صادرات من الأدوية فقط نقدر نوصل ده اللي بيعمله الرئيس حاليا هنوصل لده وأكتر من كده تاني بقول وأكتر من الرقم ده أكتر من ثلاثة مليار دولار لأنه النهاردة بتعمل توطين لأدوية وصناعتها بالأدوية الغالية أدوية الغالية كل الأدوية ولكن كمان منها الأدوية الغالية الخاصة بالأورام وغيرها بتعملها النهاردة في مصر وجه الرئيس توفير موارد اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج وأن يكون هناك خطة متكملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية نتابع اجتماع سيادة الرئيس اليوم وما جرى في هذا الاجتماع المهم نتابع اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هالة زاهد وزيرة الصحة والسكان وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور محمد عواتج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والدكتور تامر عاصم نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الدواء واللواء طبيب مجدي أمين رئيس شركة جريفولز إيجبت لمشتقات البلازمة واللواء طبيب هشام الششتوي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والعميد طبيب رامي يونس مدير معهد طب الطيران والفضاء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراد أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء في مصر في إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة وقد تم عرض تاريخ تطور صناعة الدواء في مصر عبر التصنيع والإنتاج من خلال ما صنع الدواء المتنوعة التي تلبي حوالي 80% من احتياجات مصر الأساسية إلى جانب التصدير للخارج الأمر الذي انعكس على نجاح منظومة الرعاية الصحية في مصر في التصدي لفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة من خلال توفير كافة بروتوكولات العلاج وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة للتصنيع والإنتاج وكذلك بلورت خطة متكاملة لتعزيز جهود الدولة في هذا الإطار وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية وفيما يتعلق بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة أوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للجهود الوطنية بالشراكة مع شركة جريفولز الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال أهل المستوى العالمي خاصة ما تعلق بتوطين تكنولوجيا تصنيع إلى جانب مستجدات إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازمة وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالتطقيق الكامل في جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازمة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المصرية المعنية والشركة الإسبانية بما يساعد على ضمان جدارة الأداء في هذا المشروع الحيوي فضلا عن تطوير قدرات الكوادر البشرية القائمة على المنظومة وانتقائها وفق أدق المعايير وكذا تكسيف حملات التوعية للرأي العام لتعريف بالمردود المباشر لهذا المشروع القومي وأهميته في مجال الصحة والسلامة العامة كما تم أيضا عرض الموقف التنفيذي لإنشاء مركز قومي إقليمي متطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد المراكز إلى ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية لتغطية كافة الكوادر العاملة في أركان المنظومة الطبية والصحية بما يدعم مستوى الرعاية الصحية في مصر خاصة من خلال الارتقاء بمجال التعليم الطبي والتدريب المهني ورفع كفاءة المهارات التقنية في التخصصات الدقيقة والحارقة وذلك تقديرا من الدولة للدور الهائل والجهد الدؤوب الذي اطلع به جيش مصر الأبيض خلال الفترة الماضية في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الموقف الحالي لفيروس كورونا حيث تم عرض معدلات الأصابة الحالية على المستويين المحلي والعالمي وكذلك الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتطعيم في ظلي طرح جرعات إضافية من التطعيمات مختلفة الأنواع وقد وجه سيد الرئيس في ضوء قرب انطلاق العام الدراسي الجديد باتباع أعلى درجات التطقيق في منظومة التطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية النهاردة تم أيضا الإعلان عن تفاصيل خاصة بمتبرعين لمراكز تجميع البلازمة أنه استقبلت المراكز حوالي 4400 متبرع ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازمة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الزاتي وأيضا أنه في ست مراكز استقبلوا عدد كبير في خمس محافظات موجودين على مستوى الجمهورية وأنه فيه هناك عدد من الأجهزة فصل البلازمة موجودة داخل هذه المراكز وطبعا أنه هناك عملية فيها تأمين في عملية التبرع بالبلازمة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين وما يتم وسحب كمية من الدم من خلال جهاز بيشتغل على استخلاص البلازمة وتفاصيل فنية أو طبية دقيقة في هذا المجال وأيضا المسألة التبرع بيكون مرة كل أسبوعين طبقا لإرشادات وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية وطبعا التأكيد على أنه التبرع باللازمة بيكون لي العديد من الفوائد منها تنشيط النخاع العظمي والمتبرع وإنتاج خلايا دم جديدة تنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازمة وأيضا إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع بيشمل جميع الأمراض والفيروسات لتمنع على حالته الصحية ده في إطار أيضا اجتماع العمل والسيادة الرئيس النهاردة فيما يتعلق أيضا بهذا المشروع القومي